نشر كتاب يتضمن التقرير الذي قدمه شي جينبين الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيعي الصيني إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيعي الصيني تحت عنوان رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا والتضامن والكفاح في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل ودستور الحزب الشيعي الصيني الذي تم تبنيه خلال المؤتمر بعشر لغات أجنبية وقد نشرت دار النشر للغات الأجنبية تقرير الشي ودستور الحزب وهما متاحان الآن باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والعربية والإسبانية والبرتغالية والألمانية واليابانية والفيتنامية واللاوية وفقا لإعلان صدر يوم الخميس كما صدرت نسخة ثنائية اللغة من الكتيب باللغتين الصينية والإنجليزية